بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الله يحب المتقين وردت هذه الآية في صور عديدة وفي مواضع عديدة منها في صورة التوبة في الآية الرابعة وفي الآية السابعة إن الله يحب المتقين بدأ رمضان والآن قربت نهايته في أول رمضان كلنا قرأ وسمع لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون فالمقصد الأكبر لصيام رمضان تحقيق التقوى استحقاق هذا المقام السامق هذه المرتبة العالية التقوى والتقوى رأس الأمر كله أيها ثماثنا في السماثين ذي لا يقيم السلام إن الله يحب المتقين ربي سبحانه يحمل المتقين والتقوى ذي الخفى ربي سبحانه أكن سيدي شرح الإمام علي رضي الله عنه علي بن أبي طالب إن ذي سربع الممور الخوف من الجليل الخفى سيارب سبحانه والعمل بالتنزيل يعني تطبيقين ديوسا ذو قوى لربي ذو الوحي الطاهر والقناعة بالقليل الأمر والسلاثة القنيعة القنيعة تسوانت الأمر والسلاثة الرابعة والاستعداد ليوم الرحيل من حقق هذه المسائل بلغ مقام التقوى إن شاء الله تعالى ربي مدغ دينا ذي لا يقيم إن الله يحب المتقين ربي حمل المتقين وقالي سيقوضنا ربي قرفنا ربي سبحانه عز وجل ذي الله من الصيام ذي الله ميو ثلاثة وثمانين دي سورة البقرة ربي ناد يا أيها الذين آمنوا المؤمنين كتب عليكم الصيام ربي يفرضد في اللون الصيام كتب عليكم الصيام كما كتب علي الذين من قبلكم من بعد ذي الله لعلكم تتقون التقوى ضد رجالين والصيام بمقاصده وغاياته وأحكامه هو الذي يؤهلنا لبلوغ هذه المرتبة الجليلة العالية رمضان ذن سرغي عيون باش أنا وظ غر دراجي علي غلين عزيزنا ربي سبحانه درجة التقوى التقوى وميلا في ندمي بضيت سمساديس خطر التقوى مفتاح مفتاح من كل الخير ربين ومن يتق الله يجعل لهم خرجة ويرزقه من حيث لا يحتسب الشحال الله يتند يهضى ربي سبحانه في التقوى والتقوى هي التي تضبط حركة الإنسان في الحياة كما ورد في المثل الدارج خاف لما يخاف ربي لأنه يخاف ربي ممكن يخطأ ممكن يظلم ولكن يعود يرجع ينيب لأنه تقي لله فالتقوى صمام أمان اللي ظلم يطلب منه اسماح إذا عنده مظلمة يرد المظالم إلى الناس إلى أصحابها عنده أمانات يرجع إلى أصحابها لأنه يخاف ربي فالخوف من الله هو صمام أمان أما الإنسان الذي لا يخاف الله يتمتع بسماع أنين المظلومين بل ويستلذ رؤية دموعهم لأنه لا يخاف الله قرن امزورا اقوذ ونور تساقوذ ربي ون تساقوذ ربي يزمر ذي غلاظ يزمر ذي الشر يزمر ذي ظلم ولكن ما دام الخوف ربي ذي قولي سادي يغال أدي يغال السفريد ذي ظلم السماح أدي غال ربي سبحانه ونور يزمر 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 تساقوذ جميعا لتحصيلها آمين آمين والحمد لله رب العالمين